السلام عليكم اتمنعكم تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير ومرحبا بكم في الحلقة اليوم اليومة غدي نهضر لكم على واحد القضية اللي غريب فيها وعجيب فيها الحجم ديال الأذى وكيفاش ممكن الحياة ديال بعض الناس اللي كتكون غادية عادية تغير وتقلب 180 درجة شنو هما الأسباب واش فعلا هادشي كان في المجتمعات العربية والمسلمة ديالنا غادي ناخدكم السعودية وبالطبط في واحد المنطقة اللي كتسمى بحفر الباطن قبل البعدها بغيت نحطكم في السياق التاريخي والجغرافي ونعود لكم واحد الخلفية بسيطة على العائلة اللي غنهضروا عليها اليوم واللي كنظن تقدروا غالبا تكونوا سمعتوها ولكنني بغيت نشارك القضية مع الناس اللي معارفين هاش ونحللوا بعض التفاصيل اللي في المجتمع ديالنا كان نغفلوا عليها وربما يكون عندها تأثير كبير على وليداتنا وعلينا حتى احناي في 2011 بالطبط في شهر 11 يعني الجو بارد على مشاري في دخول فصل الشتاء واحد الأم اللي كانت كبيرة في العمارة فعمارها تقريبا كده وسبعين سنة كتفيق من مرسلة الفجر بشي شوية بش توجد بنياتها يمشيوا للمدرسة هاد الأم عندها سبعات البنات وولد واحد اللي كيعيشوا معها في ديك المنزل في حفر الباطن في السعودية عندها جوج بنات صغارين اللي بقى هي كترعاهم وبقين كيمشيوا للمدرسة واحدة في العمار ديالها تسع سنوات والثانية في عمرها 11 سنة من اللي كتفيق وبسبب أنه كانوا عندها أمراض ديال العظام وركابي والدار فما كانتش كتقدر تطلع للطابق العلوي اللي أحيانا كيكونوا فيه البنات في العموم البنيتة راح تيفقوا بوحدهم وجزء منهم تينيسوا لتحت في الدار هادك الدار اللي كانوا كارينها عبارة على واحد الدار اللي قديمة متواضعة يعني علاقة للحال وهو مكان وأسرة فقيرة كيس بدأت عيات الأم على ابناتها فلانا 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 حتى واحد ما كي يجاوبها وهادي شي حاجة ماشي من عويدهم ومعمرها تقريبا وقعات لهديك الأم مع ابناتها لأنهم دائما هم اللي تيجيوا عندها هم اللي تتسخروا لها عارفين الأم ديالتهم مريضة من بعد ما عيات الأم من أنها تعيت ما قدرتش تطلع للطابق الفوقاني حالة قالت صافي فنسوني ماشي شي حاجة اللي غاف لأن البنات تبارك الله كانت فيهم بنت في عمرها 29 سنة يعني بعقلها وكبيرة وهي أكثر وحدة كتتدير بالها على الأخرين وكتهتم بهم وفيهم كذلك بنات اللي كيتراوح العمر ديالهم من 16 ولا 18 سنة حتى اللي كدوا 20 سنة يعني تقريبا تبارك الله هادوك البنات غيبيناتهم كيقضيوا الغرض ولكن من بعد بزاف دي المحاولات وميكات ودخلت الكوزينة وخرجات ضرها راسها فكتعيت على الزوج الصابق ديالها واللي هو أب البنات هاد المرة كانت مزوجة قبل من هاد الراجل وواحد الراجل آخر اللي ولدت معها لابن ديالها واحد هو الكبير ثم من بعد تفرقت معاه وبقى عندها هاداك الولد الكبير هو المسؤول تقريبا من بعد ما فشلات في زواج ديالها التاني ما غديش نقوله فشلات حيت تبارك الله في زواج ديالها التاني بهذا الشخص هذا ولدت مع هاد البنات وواحد الولد الاسم دياله ماجد فهذاك الوقت كانت عمره أواخر 16 بداية 17 سنة كتهز التليفون كيف قلت لكم وكتعيت على التعليق ديالها ولي هو الأب ديال هاد الوليدات كامل من ديال والده معاه وكتقول لي هاد ديرها عندي مشكيل مع البنات واش مجوش اللي عندك واش جيش اللي عندهم واش مشفتيهم صررت واحد ما كي يجاوبني وما قدرت مطلع الفوق يعني ما كنظنش أنهم كينين في الدار فالأب قال لي هاد ديرها واني جيت صباح بكريبتا واحد محلي الباب ورجعت باش نشرع الغنيمات ديالي هاد المراهية وهاد الراجل كانوا في الأصل تزوجه وكانت عيشة هي في القصيم منطقة القصيم فين والدوده كل الوليدات كامل هوم وكانوا عندهم واحد الدوير على قد الحال هو مني تزوجت بيه كان فقير فقير بزاف وكان دائما هو كيقول ليها بغير جعل منطقة حفر الباطن فين كيقدر يدي الغنيمات دياله لأن ذاك شي هو اللي كان كي يرتاح فيه وادا كي يقول المجال اللي كي عرف فيه الى آخره لكن الأم ما تفقتش معاه وبقت كي تقول لي ما عندي من مشي ندير في حفر الباطن منطقة اللي كيما كي نقوله فيها غيش شمس والصهد وما فيها الخدمة لواله يعني غير متكرفسو فتم من منفاصله كيرجع هو لحفر الباطن وكي تزوج بمعلمة وهي كتبقاه في منطقة القصيم فهذاك الوقت كان الولد دياله اللي ولدته مع الراجل السابق ديجا كبر ولا هو المعيل المادي والمعنوي لهادوك البنات وهديك الأسرة كاملة كما كتعرفوه في السعودية عندهم نظام الحكم بالعرف وبالدين يعني أحيانا طريقة التربية ديالوليدات طريقة المسئولية كيفاش كتتوزع المهام كتتقسم على حسب الأعراف وفي الأعراف الذكر هو اللي كي ياخد المسئولية واخي يكون صغير وإلا كانت الأم عندها ولد راه هو اللي كي يكون بيها وبخوتته إلى آخره وهذا الشي اللي كان دير هاد الأخ الأكبر في ديك العائلة ولكن ذاك الولد معا خرج في عمر صغير الخدمة وكان أولا كيدر الميناج ثم من بعدها كيدردب في السواق يبيع عشرية يعني مشي شي خدمة اللي غدا تتوقعوه لباس عليه فحالا نقوله اتقل عليه الحمل بزاف وعياء وكذلك أولا بغي مشي يشوف مستقبله يقلب على شي خديمة أخرى يقلب على رزقه في بلاصة أخرى فكيقول الأم ديالته علاش ما تمشيش تدي هاد الولاد هدولي ولدتي يوم مع ذاك الراجل أنا راني ما ولدتش تبعد الناس باش نقابلهم 24 ساعة ل 24 ساعة خصوصا وأن دوك الوليدات كاملين ما كانوش ساعلين وبحالا بدأوا كيدخلوه في واحد المرحلة ديال يتناقشوا بيناتهم كيدداربوا وإلى آخرية وزائد أنه خاصوا يصرف عليهم اللي مرضي بشي يديدا ويومو كان ثمرة كبيرة وعيانة من بعد بزاف ديال أخذوا الرد يتقرر الأم أنها تتبع القرار ديال الولد ديالها وبالفعل كيتحولوا ويمشوا لحفر الباطن باش يسكنوا في واحد البيت مستأجر قريب من الأب الرسمي والبيولوجي لها دوك الوليدات كتسكن ديك الميمة مع وليداتها في ديك الدار وتم كتحية العلاقة ديال الأب مع وليداته على الرغم من أنه هو تزوج والسادة أو المعلمة في ديك المدينة أو ديك المنطقة وبقا كيرعى غنيماته ودك شيء ولكن دابا ولات عنده الفرصة أنه يحيي السنة والسنة الرحيم مع وليداته ويشوفهم وكانت عنده عادة كل يوم مني كيفك في الصباح كيدي الزوجة ديالته المدرسة فين كانت كتقرر ثم كيجيب شي حاجة الفطور وكيدوز عنده وليداته يعني وخط تفرق مع الأم ما تفرقش مع الوليدات بقا موجود في حياتهم خصوصا مني يقربوا لي وهو اللي كان مكلف بجميع المشاكل والمهام والأمور اللي تحتاجها ديك الأسرة ثم الولد الكبير خفافوا جناحو شي شوية مهزش يدي عليهم من ناحية المادية بقا كيصرف عليهم اللي خصوا كتوبة اللي خصوا حويج اللي خصوا طبيب اللي خصوا كذا كيصفت لهم الفلوس وكي مشيل عندهم يزورهم يعطون فلوس وكل شي الأمور غادية على ما يرام ولكنه بدك يدير واحد المجال المتخصص في الرعاية الطبية ما نقدرش نعطيكم معلومة بالضبط واش كان ممرض ولا لا اللي اني ملقيتش المعلومة فما غديش نكذب المهم نخدم في واحد السبيطار في منطقة أخرى بعيدة من مدينة القصين يعني تحولتها هو الأمور غادية على ما يرام حتل ذك الصباح المشؤوم اللي قلت لكم عليه فين الأم كتلقتها وحدة في بناتها كتعيط على الطليق ديالها وكتقول لي رابناتك ما كينين شراء ما عرفتش فينا هما طليقتي يقول يا راني كنت ما جبت الفطور تحت محلية الباب يقول لي أنا جاي ماشي مشكل كيدوز واحد شوية دلوقت من بعد ما كان هو مع الغنيمات دياله داجا كيخليهم لو علم شنو كيدير بيهم وكيرجع للدار باش يشوف بناته فين هما لأن هنا را كنتظرو على سد البنات ما كينينش من لي كيجي للدار مشيطلع الفوق يشوف شنو كاين واش كينين اللي بنات تماه واش نعسات ويشوف الولد دياله بعده أصلا ماجد من لي كيطلع الفوق ما كيلقتش واحد كدق في البيت ديال ماجد ماجد حل الباب حل الحل كدق تحد ما كيجاوبو فكيهرس الباب باش يدخل يشوف شنو واقع لولده من لي كيدخل سما المنظر اللي كيشوف منقدرش نوصفه لكم بالكلمات منقدرش نتخيل أي إنسان طبيعي سهل عليه يشوف داك المشهد وخما تكونش الضحية كي تجيه او لولده فما بالو كمي تشوف ولدك فلي ذات الكابد ديالك في داك الموقف ماجد اللي كان بايت فوق واحد لكون جا حط عريفه قبطس ما كيلا حصيرا لموقات لوالو وحيتاش كان الجو بارد في المنطقة ماجد كان ناعس بحويجو حلا نقولو مغلف ناعس بحويج اللي يتقعلين ومتكي فوق البونجا ديالو وملوي فوق المانطا تخيلو أنه من ذيك المانطا والحويج اللي يتقعل والبونجا فاتت درجة انتصاص دي بدم الدرجة أنه يخرج في الأرض وعمر الدنيا والراس دي الماجد كان محيد ومحطوط حداه أكتر من هاد الشي أن ماجد كان مضرب طعانات كتارين في الجسم ديالو والكرش ديالو محلولة ومصارنو خارجين محطوطين حداها مستوعبين معايا الحجم ديال العنف وديال الضغينة وديالمرض وديالحقد باش يوصل تلها الدرجة راه بزاف ولا يصدقوه العقل البشري الأم كتسمع الغوت ديال الأب من بعد ما بدكي هرس في الباب أصلا هي مسكينة بدت كتحاول تطلع بشوية بشوية فانش كيكون هو فرقع الباب ودخول بدكي غوت كتوصل هي البيت كتشوف ذاك المنظر كتلقى الأب كيغوت ما بقاش فهم شنو الأم سكينة كتش مشيل عند الولد ديال اللي أصلا هو مفصول وكتحاول تزا ذاك الجسد ديالو وتعنقوه تعنقوه وتبكي وتغوت ما فهماتش أش نوقع وعلاش وكيفاش وش يحد دخول الدار وفين هوم البنات وش يحد خطفهم شنوقع بالضبط تا واحد ما زال معرف في هاد اللحظة كي عيطوا على البوليس وكي أصلا جيرا كيكونوا ديجا تجمعوا مع الغوات وبدأوا الناس كل شي كيقول ما لولا راشي حد بغي يقتلهم مشي حد شفار كل واحد وكي يلغي بالغاه كي يجيوا البوليس وكي يطوقوا المكان وكيدخلوا باش يديروا الخبرة ديالهم ويرفعوا البصامات ويبدأوا ديالك تحليلات ديال شرطة اللي كيحتاجوا باشي يعرفوا شكل هو الفاعل للاسف بحال هاد الجرائم اللي كيكونوا ديجا بلاسف اللي وقعت فاعل جدي ما دخلوا لالناس قبل كي تكون تامينة كيخسروا لهم الأدلة ما كيقدروش يجمعوا البصامات اللي كيكونوا مقادين ما كيقدروش يعرفوا لا ديين دير شكونوا لشكون وهادي ميساج لأي واحد إله قدر الله قدر الله كنت في أي موقف سواء مخلا يجعلها تكون غي سارق ياريت أنكم تقيسوا حتى شي حاجة وتعيطوا على البوليس وتحاولوا تحافظوا على مسرح الجريمة لأن بيه ممكن يوصلوا للجاني عموما البوليس كيحاولوا يديروا الخدمة ديالهم هنا كيبدأوا يديروا واحد المكالمات مع بعضياتهم مع الشرطة للحدود باش يقلبوا على البنات باش يحبسوا أي واحد خارج ولداخل من مدينة ديالحفر الباطن ويتفتش في هاد الأثناء هم مازالين خدامين في نفس النهار في أنهم كيجمعوا الأدلة وكذا كتجي مكالمة هاتفية من واحد البلاصة وحدة أخرى اللي بعيدة بكيلومترات طويلة وكثيرة على مسرح الجريمة وفيها إمام ديال المسجد كيحايت عن البوليس وكيقول لي باللي أنا عندي واحد البنات هنا يستبيهم طالبين مني الملجأ والأكل وكذا وكذا وأنا راني جاني شكلهم بحالة غريب شي شوية فكيقولوا لي البوليس عندك تخليهم يمشي وحاول أنك تقنعهم يبقاوا عندك أحنا جايين دابة اللي وقعوا أن البنات كانوا هم المسؤولين للموت دي الأخ ديالهم بقيادة البنت الكبيرة اللي كان في عمرات 29 سنة ولي كان سميتها حنان البنات من بعد ما داروا ديك الجريمة الشانية ديالهم كيسدوا الباب مزيان على الدري وكيسورتوا عليه وكيخرجوا من الدار طبين لقا عمد فيق الأم ديالهم وكيمشيوا بكلهم بالعابيات ديالهم مسافة طويلة جدا من بعد ما كيوصلوا الواحد الحي اللي يشوفهم الناس كيلي كيخاف منهم كيلي كيما كيقدرش يدر منهم كيلي كيصد الباب كانوا كطول والملجأ والمأكل والمشرب من الناس اللي غريبين كيقولوا اليوم بللي احنا راه ناس تقطع بنا الحبل زعماء واننا احنا يدور يجين ماشي من هاد المنطقة واننا فقيرين انا واخوتاتي ومعننا من ناكلوا ومن شربوا كذا وكذا ويا ريت انكم تعطيونا من ناكلوا او لا تعطيونا واحد المبلغ اللي كانوا طالبين ديال 500 ريال سعودي بعض الناس ما بغاوش يتعاملوا معاهم لان المنظر كان كيبان غريب وخشوصا ان البنات صراحة ما كانوش كيبان وانهم متسويلات في الزنقة لابسين عباياتهم من قين كل شي مقادين كيبان عليهم العياء كيبان عليهم تعب لانهم ضربوا مسافة طويلة على رجليهم ولكن من الغريب ان السد البنات كلهم يكونوا خارجين بالطريقة فكيلي كيقول واقي الهربوا من دارهم وراكم عارفين تقاليد بالنسبة لي ومشي وحدة الهربة من دار ربحالة عاها ربحالة مشكلة ربحالة كييشوفوها وكأن العرض ديالها خايب اولي شي حاجة بحالكة فما كيبغيوش أصلا يعاونوهم وهذا كينا الفئة الخرى اللي كيخافوا وهذا كينا الفئة اللي كيقولوا حقا الصعبات الى آخره حتى كيضطروا انهم يبدوا يسولوا للإمام دي المسجد قاو يسولوا حتى كيوصلوا فعلا للدار دي الإمام دي المسجد دي المنطقة وكتحليهم الزوجة دياله من اللي حلت ليون الزوجة دياله تهيي نفس الشي تخلعات مني شافت تستدل بنات بعباياتهم قالوا لي بللي احنا يارا تخطع بين الحبال وكذا وكذا وربغين الإمام ضروري محتاجين مساعدة عافك على الأقل عطينا غين ناكلوه نشربوه رحنا ميتين وكذا وكذا فالزوجة ديالإمام دخلتهم من الباب الخارجي هذيك البلاصة اللي كتسمى الملحق يعني غير ما بين الباب الخارجي والباب الفصيل ما قدرتش تدخلهم الدار ديالها لداخل ولكن على الأقل رحماتهم وهذا الشي رأي وقع جويه النص ديالنهار فين كانت شمس طنطينة واخذ يكون البرد رأكم عارفين دول الخليج شاشكون فيهم الشمس حادة في وسط النهار من بعد كتعيط على الزوج ديالها وكتقول لي بللي شنو كين وشنو كين ورا عندي وحد البنات هنا ورأيشنو الطالبين وهمنين جايين فكيجي الزوج بسرعة ثم يقلس معهم يقول لي موشنو بغيتو وياكلها بس كده قولي احنا محتاجين مساعدة بغينا الله يجزيك بخير مراتك عطتنا لنا كل الله يرحم لكم الوليدين ولكن محتاجين واحد الخمسمائة ريال سعودي ومحتاجين شي واحد يدينا لوصلنا البلاسة نركبو اولا يوصلنا القصيم لانا نحن اصلا منطقتنا هي القصيم احنا يمشي من هنا هنا هاداك الامام شك في القضية بدأت يحس انا من الواجب عليه يبلغ لان ممكن تكون شي حاجة ممكن يكونوا ديرين شي العيبة وفعلا هاداك الاحساس اللي جاه كان صادق وكان حقيقي مني تعيط البوليس وتيقول رأى الساد البنات بالعبايات اللي باغين يرجعوا القصيم يعرفوا باللي فعلا هادوك وما البنات اللي يقلبوا عليهم وباللي باغين يهربوا من المدينة قبل ما تلقي عليهم شرطة القبل يخلطوا عليهم البوليس في ديك الدار للإمام ويعتقلوا هم تمام من بعد ما يديهم التحقيق تخيلوا معايا لدرجة انهم يعيطوا على الأخ الأكبر والأب ويقولوا لي راحنا عنا غادي ناخدوا غير هاد الربعة الكبارين اللي مسؤولت وهاد اللي باقي قاصر لأطفال 11 وتسعة سنين أنا ما ما غاديش ناخدوهم على ذمة التحقيق لأن هم صغيرين غير تابعين أخواتهم الكبار البنات الصغار يقول لي لا احنا بغينا نمشي معاهم بغينا نديونا معاهم القسم ودخلونا معاهم ما بغاوش يتفرقوا على أخواتهم الكبار الشهادة دي اللي بنات كاملين أولى في الأقوال دي لهم عند الضابط القضائية يقولوا بلي احنا كلنا صفقنا درنا هاد الشي ولكن الأخت الكبيرة تقول لي لا أنا اللي درت هاد الشي أنا اللي كانوا في الوسط تقولوا لا هاد شي كذوب حنا يريد ندخل مع أخت ناو مسؤولين صغير وراث بالزز باش قدروا يرجعوا عند الأب والأم ديالهم من بعد ما دوزوا ليالي في السجن والأم ديالهم حتى هي معاهم حيث كل شي رفض انه يتفرق والأم رفض رفض مع بناتها واحد الحالة صغار وخرجت ولكن الأب هنا جاء ويطالب الحقوق دياله اللي هي القصاص فحق هذوك البنات إذا تبوت عليهم التهمة ديال الاعتداء اللي داروه وبالفعل من بعد بزاف ديال التحقيقات كيتبين بأن البنات آخرين كانوا غير متسطرين على أختهم مش هما اللي قاموا بالفعل بل هي الكبيرة اللي قامت بالفعل ديالها وهي اللي دارس ديال العملية ما بغيش نعود نوصفها مرة أخرى بارك علينا اللي في نكفينا تما كيشدوهم عندهم لأنهم غالي تقدموا باش يدوزوا في المحاكمة ولكم أن تتخيلوا كتكتر القيل والقال كي اللي كيقول حقا أكيد الولد هو الظالم هو اللي يجبدهم كي اللي كيقول باللي زي ما حقوق البنات مهضومة في مجتمع بحل هذا كيغلبوا عليهم الأهل وكيستيطروا عليهم بتعتهم وش حقوق من الأساسية فغالبا البنات مظلومين كيلي كيقول لا الولد كان طيب اللي عمرها دار واصلا ما كانش كيسكن معهم دائما لأنه هو بدأت يخدم فش وصل لهذا العمر وكي يجي غير مرات مرات يبات معهم وكي اللي يشهد البنات بأن ولد فيهم وحد النزعة دي الغضب ودي العنف إلى آخر خصوصا أن البنت الكبيرة قالت لي هم باللي اعتدى علي وانا غير دفعت على راسي ودك خوية يتحرش بي دائما للإشعار هاد البنت اللي في عمرها 29 سنة حنان راه أرمالة زوج هالأب دي لفش كانت ثم رجعت للدار دي لهم لكم أن تتخيلوا كيف تكون نفس دي لها وانا هنا ما كان دافعش عليها ولكن كان أيد الرأي دي الأخ الأكبر اللي كان هو المعيل دي لهم لأن تقدم عن الشرطة وقال لي هم تيدروا هات الشي وانا عارف هم ماللي دارو ولكن رخص تحيل هم الطب النفسي رهم مرادة نفسيا الأخوات دي من رمضان اللي فات واللو تيديفلوبي واحد للكاراكتير أو العنف اللي كبير بزاف وهدي ماشي أول حادثة كيديروها والأخت الكبيرة بالطبط فايت ضربت أخوها بشي آدات حادة في الراس دي ودخل عليها السبيطر أيام وتحول عليها الطب بالنفسي أيام يعني الأثر دي الضربة اللي خلات لي كبير بزاف ودائما تتضربوا ماشي أول مرة وعنيفة بزاف وهات شي ما كانش فيها يلا وإلا وكذلك شوجو لما ستلسة دي بناس وحدين أخرين اللي هم بدوا تيديفلوبي وهذا الأفعال هادو وواش هي كتحرض عم وواش ولي عندهم طرابات وواش فيهم مس جني دير الشيطان كيزيدهم ولي عندهم مدسلوك عدواني إلى آخر راه ما عرفناش ولكن أنا نقول لكم باللي إخواتاتي راه ماشي طبيعيات وماشي من العدل وماشي من المنطق أنهم تحاكموا هم بحل شي ناس لي تسوي النفس حتى أن الأخ قال باللي في الماضي فايت خاصة نشوفو وش ندلوله ولكن لا حياته لمن تنادي حتى شي واحد ما تسوق ملقوش الدعم الكافي وقال باللي أن أخواتي راه تعدبوا بزاف راه دوزوا سنين دي العذاب وبالخصوص حنان حنان زوجة صغيرة كانت كتتعرض للعنف ثم مات لها رجلها ثم جت لنا كان الفقر كان العنف كانت محرومة من أبسط الحويج كبرت في الأسرة باش منكونوش ظالمين اللي فيها القمع اللي فيها الضغوطات بزاف فربما يكون هادشي اللي كتعاني منه حنان نتاج على دوك السنين دل العذاب لدوزات وهي طبعا مؤثرة على البنات اللي تابعينها لأن بالنسبة اليوم هي قدوتهم هي أكبرهم سنن هي أكثرهم تجربة في الحياة فكيتبعوها ومتعلقين بيها الأب رفض أنه يتنازل على الحق دياله في القصص الأب طالب بأن الحكم يتبث ويؤكد ويتنفذ ويأخذ حق الدم دي الولده من البنات صراحة جني أنا حكم قاسي من طرف الأب لأن القاضي بمنسبة لي يشوف المسائل بشكل منطقي بيض ولكن أب يعني هدو كتهم بنات وتبارك الله ما شاء الله راه ربعا بيهم ماشي واحد علش ما تعطيهم مش فرصة مثلا أنه يشوفوا واش عندهم مرض نفسي أول أب رفض تماما ثم كتدوز المحاكمة يتحكم على حنان بالإعدام والبنات الآخرين ثلاثة من المؤبد وتختلف دراجات السنين المهم كلهم خداو سنوات في السجن هذا الشي داز 2012 2013 2014 وابقي ما تنفج للحكم الأب كتوقع عليه واحد حادي تتسير خطيرة وكيفقد على إثرها الذاكرة دياله ما كيبقاش عاقل على شنو وقع اللي بنات شكون هما واش بنات وما كيعرف مش أصلا وما عنده تشي فكرة على شنو واقع هنا يمكن يكون قدم الأخذ يلوم يتواجه هو وياه ما كينش أصلا حيث كيك تعرفوها دخوم ولكن اللي عنده الحق أنه يعفو رهو الأب لأنه اللي مات له ولده فاش كيلقاه بأن الشخص تاني أو للطرف تاني ما بقتش عنده الأصحية والأحقية بسبب المشاكل العقلية اللي ولات عنده لا تبقى القضية معلقة حاول الأخ الأكبر أنه يدفع الدوسي أنه يتعن في الحكم أنه يستانف بالزابد سيني دوز في طلوع والهبوط وفي ديك الفترة هذه كانوا البنات دايج دخلوا الحبس وكانوا يلقوا الرعاية ديال الناس اللي كيجيوا بحل السوشيول ووركرز اللي كيدعموا السجينات كيعونهم يديروا ديزاكتيفيت وسط الحبس كيعونهم يحفظوا القرآن كانت وحد شاهدة اللي خدام مع هذه البنات ما كانت في الأول كتعرف واش خواتات كانت كتحاب لاغي كيتشابه كانت كتلاحظ بأن أصغرهم كانت حافظ القرآن تقريبا كملاته وكانوا كيتعلم الكروشي وكانوا طيبين في الخلق ديالهم كانوا كيسولوا أسئلة وكانوا تعاملوا استغربت من طريقة التعامل ديالهم والروح اللي عندهم باش يتعلموا باش يصلحوا في نفسهم وقالت لك مني كنت كنهضرة معاهم كنجلس قدامهم كنشوفهم كيفاش كيرمشوا فيهم وحد لبراءة ومني كنتهضرة معاهم كتحس بهذاك الـ بهذاك الإحساس بالتأنيب كتير عندهم وبأنهم حاسين بحجم المصيبة اللي داروها ما كانش عارفة عليش دخلوا بالطب ثم مشات كتقلب في لدوسي ديالهم بغت تعرف مالهم وكيفاش دخلو وش من القصة ديالهم طبعا كتشفت بأنهم اخواتات ثم عرفت القضية كاملة من مراهب شاهدت زادت الصوت ديالها على الصوت ديال الأخ وقالت بأن تعتقد أن هاد المنات مشي طبيعيات وبأن ربما مريدات نفسيا وكي خاص فعلان يتشاف القضية ديالهم عموما في دلوقت هادا كتكون ديجا الوصاية وللوصاية تعطت الأخ بحكم عدم قابلية الأب ما بقاش يصلح أنه يكون هو رب الأسرة في ذيك الحالة فالأخ من تعطته الوصاية لذيك الأسرة لأنهم كلهم خوته وهو الكبير فيهم تم فعلا كيمشي يأكد على الفكرة ديال أنه خاص يتشفيهم نفسيا وكيتم المعاينة ديالهم نفسيا وكتلغى عليهم الأحكام من بعد ما تشاهد بأنهم عندهم مجموعة من الإضطرابات النفسية بربعا بيهم وما كانوش لخطرهم في وقت وقوع الجريمة هادي هي آخر معلومات على البنات اللي أغلبية ما عارفينش بأنهم تحكموا بالبراءة من بعد ولكن صعيب أنهم يعيشوا حياة من بعد خارج السجن ما عرفتش كيفاش غتكون حياتهم دابة كيفاش ديرى أمورهم مع الناس كيفاش مستوى تقبل الناس ليهم واش عارفينهم واش بدلوا المدينة معلومات في الصراحة ما قدرتش نتحصل عليها خصوصا أصلا أنهم ما كشفوش عن الهوية ديالهم كاملة احتراما لهم ولكن أتوقع أن إلا كان شو مريض نفسي رخص يمشي للسبيطار لأن ممكن إلى خروج المجتمع يقادي ناس وحدين آخرين أو يتسبب مصائب كبيرة أو ثاني وهذا كان ظن غلط أو لتقصير ربما ما عرفتش عموما هذه النهاية ديالفيديو دياليوم قصة صراحة كان شوية مؤثرة خصوصا أنك تقول ناس اللي تكون عايشة في مجتمع يعرفوا في قيمة ديالتآخي يعرفوا في المفروض شنو الدين يعرفوا في المفروض ما غاديش يقدروا يطحوا في مصائب كبارين بحل هكا ولكن منك تلقى جريمة بعد البشاعة هادي ما عليك غير يتقول المجرم هو مجرم مهما اختلفت جنسيته او دمه او لونه او لغته مجرم سبحان الله مهما كان الموتيف دياله او للسبب على جدار ديك الجريمة يبقى مجرم ولا يمثل الا نفسه نتمنى ان شاء الله انني نلقاكم غدا في حلقة جديدة ما تنسوش الموعد ديالنا ونشوفكم ان شاء الله على خير وبالف خير وبسلام عليكم